المهندس عدلي في بداية الحالة قال فريق الاهلي بهذه التكوينة العالية جدا من الكفاءات واللعابة المميزة جدا ينقصه فقط قلب دفاعي يدعم العناصر الدفاعية بعد احتراف احمد حجازي اليوم السابع بيكشف على اهتمام الاهلي مع اسموحة لشراء محمود عزة مدافع اسموحة وانه النادي بعت عرض للنادي السكنداري وبيرفض مسؤوله الاهلي الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين حتى لا يفهم الامر على انه محاولة زعزعة استقرار سموحة والاهلي بيسكت تماما عن اي مفاوضات او اتصالات باللاعب لحين انتهاء هذه المباراة وبيقول اليوم السابع ان الجهاز الفني للاهلي بقيادة كابتن حسام البدري وضع محمود عزة كاحد اهم الخيارات تدعيم الفريق بجوار كله من محمود متولي لعب الاسماعيلي ومحمد بازوكا مدافع الاتحاد السكنداري ايضا انا اعتقد ان محمود مهاجم الاهلي يقترب من الانتقال بسموحة بس محمود عزة ده محمود عزة اعتقد ان كان في المقاولين ايوة واحترف برا وكان في سراميكا كله بطرة اه وكان معروض علينا وهو صغير كان له اخ اه كان له اخ اه يعني كان له اخ ايوة في اخ ناشئ له في الاه اعتقد كان في رود ايوة على اي حال هو هو لعب كويس يستطيع انه هو على خلق يعني وفي مزاق شخصيته كويس محمد حمد زاكي بقى او جده للصغير بيقترب من الانتقال اللي اسموحة في الموسم المقبل بعد ابلاغ اللعب ادارة نديه رفضه الرحيل مجددا على سبيل الاعارة هو بيتمسك بالانتقال النهائي او العودة للاهلي اذا تم الاستقرار على عدم بقاؤه مع الفريق ورفض محمد حمد زاكي الدخول في صفقات تبادلية خلال المرحلة الجاية وهناك عدة اندية ترغب في شراء جده الصغير سواء الاسموحة او المقاصة باش موانتس يعني احنا دلوقتي ان هنا تقريبا كان نفسي فقرة اجاي محترب بطعم الاهلي نلحق نعملها هي وقتها ايه لا وقتها كتير ومعادش في وقت ما عادش فيه ما احنا دخلي متقاخ اه هو بس بتشتر علينا شوارب اه هو احنا شوارب مش بدخلي متقاخ رولينا عشر دقائق عمدوكو يا شوارب احنا مش لنا عشر دقايق ها عايزين ناخد عايزين ناخد الراجل ده ينتظرنا بها زميل محمد هذه حلقة فاروق سعد هننوح على محمد فاروق سعد اللي جاي بعدينا طبعا اللي ما نقدرش ناخد منه ولا دقيقة لتقدرنا لو الشخص لو وللنشر وللنشر ولكن حلقة النهار ده بتستعرض حاجة مهمة جدا اه عايز اقولك ان مجلس الادارة لزال اجتماعه مستمر اه اه اذا في في مش يعني في قرارات مهمة هتطلع اه اه الحلقة دي كلها بتلخص حاجة واحدة اه السر عظمة الاهلي وان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم تم تمديد الاجتماع حتى الاثنين المقبل يعني اعتبار الجلسة ممتدة لغاية الاثنين اللي جاي ان شاء الله عشان يستكمل المجلس مناقشة مشروع اللايحة الجديدة اللايحة النظام الاساسي للنادي دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التسعة مساء الخميسي القادم ان شاء الله اسبعا خير اشتركوا في القناة